السلامة والإدارة في صناعة الطيران شكلت العنوان الأهم لأعمال القمة العالمية للنقل الجوي في الدوحة التي احتضنت أيضا أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي الآياتة في دورتها السبعين بعد أيام قليلة من افتتاح مطارها الجديد ومناسبة للاحتفال بالمئوية الأولى لانطلاق أول رحلة طيران تجاري إن بصمة قطاع النقل الجوي على هذه المنطقة كبيرة ومتنامية وأن النهج المتبع من قبل الحكومات في تمكين القطاع لدعم النمو يعد أحد العناصر الرئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة إن الحكومات في المنطقة تدرك أهمية قطاع النقل الجوي كحافظ رئيسي لدعم النمو الاقتصادي وتأتي الدورة الجديدة لآياتة بعد فترة من الركود في حركة الشحن الجوي بسبب الاتجاهات الاقتصادية العالمية ما دفع ويدفع للعمل على تحسين التنافسية ومنها اختزال فترة الشحن الجوي إلى 48 ساعة قبل العام 2020 عن طريق برنامج الشحن الإلكتروني فضلاً عن البحث عن طرق ناجعة لمواجهة تحدي الازدحام في الأجواء والغازات الدفنة وكسر احتكار الحكومة لصناعة الطيران لصالح القطاع الخاص ومعالجة الشغب على الطائرات الآن المعاهدة الجديدة أو التعديل لمعاهدة توكيو هناك إجراءات رادعة يعني مقاضات إذا كان حصل عملية إزعاج للطاقم أو المسافرين ممكن لشارقة طيران أو حتى المسافرين الأخرين أن يقاضوا هذا المسافر طبعاً يجب تحديد ما هي حالات الإزعاج لأنه يعني ممكن الإزعاج أن يكون من صوت مرتفع إلى عمل يؤدي خطر على سلامة الآخرين قضية إدارة الإنبعاث الكربوني الناتج عن النقل الجوي بقيت من بين القضايا العالقة على مائدة الجمعية العمومية إلى جانب الضرائب المرهقة التي تثقل كاهل شركات الطيران من طرف بعض الحكومات في الوقت الذي يشهد فيه العالم نمواً متزيداً في حركة النقل الجوي وانتعاش اقتصادي يستوجب تطوير الأدوات والإجراءات التي تعمل على تطوير صناعة الطيران خاصة في المنطقة العربية التي نمت فيها حركة الطيران بنسبة 11.5% بنهاية العام المنصر صلاح الدين مقراني سي أم بي سي عربية الدوحة مطروحة للبيع طبعاً هي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر